نظم مركز المعلومات ودعم تخذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل التاسعة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل للسياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024. خلصت هذه الورشة إلى عدد من المقترحات والمطالب الجاري العمل على تفعيلها على رأسها ضرورة زيادة الحوافز الاستثمارية والاعتماد على النظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات. كما خلصت الورشة إلى مطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص وبمراجعة كافة التشريعات لتحقيق الاستدامة في السياسات ومراجعة قوانين الاستثمار لمواجهة البيروقراطية والتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون الضريبة العقارية.